جراح لم تلتأم بعد وأخرى تنزف في ذاكرة كلما غاب عنها طيف التعذيب لاحت أخرى لتعيد إلى هذا الشاب السوري شبح المعتقل الذي أنضى فيه آخر خمسة أيام من رمضان قبل أن يفرج عنه في درع شفت الويل شو شفت أدعس على وادم ويموني ماشي بالأفرع اللي ميت اللي مستويت اللي قاب نازع يعني شغلات مغضية مغضية كتير وفي أول أيام العيد ول هذا الشاب هاربا من درعا باتجاه الأردن تحديدا إلى مدينة الرمثة خشية اعتقاله مجددا هذه الحالة هي واحدة من الحالات الأخرى التي كانت شاهدة على واقع أنه دفعهم إلى هجرة وطنهم بحثا عن الأمان هنا قصة عائلة لم تجد بدا من قطع السهول والوديان على الأقدام قبل أقل من شهر تحديدا بعد العاشر من شهر رمضان هربا من الأوضاع التي تشهدها درعا العديد من العائلات السورية لجأت في الأوينة الأخيرة إلى مدينة الرمثة ومحافظة المفرق غير أنه لغاية الآن لا توجد أي إحصائية رسمية تشير إلى عدد السوريين على الأراضي الأردنية والتي تعتبرهم الحكومة الأردنية ضيوفا لا لاجئين نحن بحاجة إلى مثلا تصاريح عمل بحاجة إلى مدارس قمنا بزيارة بعض هؤلاء من العائلات وجدنا بأن أوضاحهم حقيقة غير إنسانية نسبيا تتلقى هذه العائلة بعضا من المساعدات الإنسانية تقدمها جمعية خيرية ومؤسسة مجتمع مدني لإعالتهم إلى حين استقرار الوضع في بلادهم غسان أبلوز العربية الرنثة